نرحب بكم جميعاً أصدقاء صفحتنا على اليوتيوب نرحب بكم جميعاً ونبتدأ مع بعض بالوحدة الرابعة الدرس الثالث لطلاب الصف الأول أهلاً وسهلاً بكم جميعاً درس هذا اليوم من وحدة الرسوم المتحركة سوف يكون بعنوان حرف التاء المفتوحة والذي يأتي بشكلين دائماً عرفنا يا أول أنه في عندي التاء ممكن تكون في بداية الكلمة زي هيك أو ممكن تكون موجودة في نهاية الكلمة مثل التاء اللي بتيجي زي الصحن تمام إحنا وصفناها بعنها زي الصحن ونحط لها نقطتين طيب الآن خلينا نلون مع بعض شكل حرف التاء في اللون الأحمر لما يكون هيك موجود في نهاية الكلمة بدنا نلونها باللون الأحمر واللي بيجي بالشكل هذا ببداية الكلمة بدنا نلونه باللون الأخضر إذا نبلش هذا الشكل هو اللون الأحمر هاي كلها كاملة رح نلونها باللون الأحمر إذن هذه هي التاء باللون الأحمر والتاء اللي بتيجي هيك باللون الأخضر فبجيب لون أخضر زي هيك ونلون هادي أوكي كلها كاملة انتو بتلونوها بس انا لونت لكم الحرف عشان تشوفوه نفس الشي هون هاي التا باللون الأخضر التا الصغيرة اللي ببداية الكلمة طيب درس اليوم كتير سهل رح نركز فيه بس على حرف التا نساعد نحوله في تلوين الأزهاري اللي بتحتوي على كلمات فيها حرف التا طيب يعني انت شو ما بدك بتلون اي كلمة شايفها انت فيها حرف التا بدك تلونها تمام طيب هون في عندي اول كلمة اللي هي قلم قلم فيهاش حرف التا تمام فما بلونها طيب اللي بعديها كتب فيها حرف التا هايها بالنص فبالتالي لازم نلونها تمام فمن نلون هاي الزهرة كاملة تمام كلها لونوها وفي عندي اللي بعديها بدنا نلونها كمان ممكن نلونها مثلا هاي نار نار ما فيهاش تا فبتركها هاي تامر فبتكتلونولي كليات هاي كلها بتلونولي اياها باللون الاخضر تمام كاملة اوكي هيك لان فيها حرف التا وطبعا هم طيبنا الكلمة طب نيجي لهون رصيف هون ما فيهاش تا نتركها هون في عندي بنتن البنت بدنا نلونها كاملة تمام بطلي لون منشيل هاي خلينا نجرب الان نلون هايها فإزا بتيجي بتلونولي كلمة بنت كاملة اوكي وفي عندي زي ما قلنا كتب كمان منلونها كاملة لانه فيها حرف التا بس هدو قول يا تا يا اول ننتقل لسؤالي اللي بعد بقول لي وجرد خلينا نجرد الان الكلمات الموجودة عندي طالب مني بدنا نحط دائرة حول المقاطع تا تو تي بنحط دائرة اوكي يلا نجرب نحط مع بعض دائرة باللون الزهري اللي هي تا وتو وتي هاي اتو اي فابدحط عليها دائرة مفتاح اتو ا بحط عليها دائرة تو سي اتو مع بعض وعن نتيجان اتو اي مع بعض طيب ننتقل لسؤال الثاني بحكينا نحلل الكلمات الآتية إلى مقاطع تو تن إذن تو مع بعض وطن لحالها مت او مت حفن شوفوا كما انم قطع هاي مت وهي حا وهي فن فإذن مار مبلش من هون مت وحا وفن صارت مت حفن نيجي لكلمتنا با تا تن ون عندي با وتا هاي با وهي تا وهي تن صارت نباتات نركب من هذه المقاطع التالية كلمات ونقرأ هذه الكلمات تسني مو نكتبها مع بعض يا لي اول هاي تس وهي ني وهي مو إذن تس ني مو بر تقال شو دا تصير إذن؟ هاي بر تقال لن برافو يا اول من نكتب بخط سليم ونحط تنوين الضم عندي هون زارت هدول بسك انا بقرب الاحرف جنب بعد فبتصير زي هيك زارت نقرأ هذه الكلمات ونصلها بالصورة المناسبة وان صورة الحوت هاي هافا ونوصلها مع بعض صورة التمر هاي التمر صورة التوت هاي التوت وصورة التين هادي هاي التين تمام؟ إذن الحوت التمر لا ما خربطين نحنا أوكي خلينا نمحي هاي مش تمر هاي تين أوكي يال نرد نزبطهم مرة تانية أوكي يال نبلش ونختار لون ثاني خلينا نأخذ الأصفر الحوت هذا الحوت فبنوصلها مع بعض التمر هايو التمر طيب التوت هذا التوت وهذا صورة التين طيب ننتقل لها صفحة 63 وفي عندي نسخ يجب أن نرسم بخط واضح شوفوا التا اللي عليها فتحة كيف ترسم منبلش من فوق لتحت هذا حرف التا هون بهذا الشكل هاي حرف التو عليها ضمة طبعا هون عليها فتحة وهون تا عليها كسرة فبنكتب الكسرة وهون الات اللي عليها سكون تمام بهذا الشكل طيب نأجي لأحرف المدة الطويلة هكذا تكتب اتو آ مع بعض واتو آ الطريقة الثانية اللي تكتب الألف المقصورة هون عندي اتو شوفوا الو كيف ذيلها لتحت واتو اي على السطر بشكل سليم وعندي ات و اي الثانية اللي بتكون في نهاية الكلمة بهذا الشكل نفس الشي بتكتبوا لي هذه العبارة هون بخط مرتب فبتكتبوا لي زارت تسنيموا بتولوا زارت تسنيموا بتولوا طيب نراكم بفيديو جديد رح نحكي فيه عن حرف التال مربوطة التال مربوطة تختلف عن التال المفتوحة شكرا لكم يا حلوين ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتابعونا وتابعوا فيديوهاتنا شكرا لكم وإلى اللقاء